طيب فيه كلام عن وساطة وتبادل للأسرة وإنه يمكن حماس تطلع الأسرة اللي عندها وإسرائيلي طلعوا الأسرة الفلسطينيين فيه كلام متبادل إنه فيه حاجات زي كده بتتم مصر فين؟ الحيا مش عارفين ابحث مع آخر كلام عن مصر عملنا القصة دي بأسبوع اللي فات عن السعودية في الفقرة دي بنحاول ندور على مصر في وسط كل الأحداث اللي حصلة تعالوا نشوف الخبر ده اللي بيتكلم عن تصريحات الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس نقلا عن وكالة الأنادول إسرائيل تماطل في ملف تبادل الأسرة أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس قال إن إسرائيل بتماطل في ملف تبادل الأسرة واتكلم في كلمة مصورة تبعتها وكالة الأنادول إنه بدل الوسطاء القطريون ونحط حول الوسطاء القطريون هنا 18 ألف خط طوال الأسبوع الماضي جهدا للإفراج عن محتجز العدو من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة هم مجموع المعتقلين حتى تاريخ 11 من نوفمبر الثاني الجاري من النساء والأطفال لدى العدو النقطة دي مهمة أو يا جماعة مهمة أو إن إحنا نتكلم على فكرة المحتجزين من النساء والأطفال على فكرة استهداف النساء والأطفال على فكرة إن إنت يبقى معاك رهاين من النساء والأطفال إسرائيل معتقلة أبو عبيدة بيقول عندنا كذا هيحصل تبادل هو بأمانة كده الأصل إنه ما بقاش فيه محتجزين من النساء والأطفال أصلي الأصل في الدين الإسلامي في الدين المسيحي في الدين اليهودي في كل الأديان في كل الأعراف في كل القوانين في كل الدنيا في كل البشرية أنه لا استهداف لا للمدنيين ولا للنساء ولا للأطفال وبالتالي ما ينفعش توصل لمرحلة إنه فيه أسرى من النساء والأطفال وبالتالي ده أمر مدان في كل حتة وفي كل منطق ولذلك الوساطة القطرية هنا والمفترض يكون في وساطة مصرية كمان ووساطة من كل الدنيا هو شيء مهم جدا عشان نخلص من هذا الاشتباك إنه فيه أسرى من النساء والأطفال ومحتجزين هنا وهناك واستهداف هنا وهناك فده موقف لازم يكون واضح جدا فأنا بوضحه هنا هو وهنا كمان الكلام مبارح كان عن القصة دي الناس كلها كان بتتفاعل في قصة إنه يا جماعة ما خلاص ما عايزين نخلص الصفقة دي عشان المحتجزين من المدنيين والنساء والأطفال دول يخرجوا خلاص كل واحد يرجع بيته وتنتهي القصة دي بعد كلام أبو عبيدة الناطق باسم القسام وبعد الكلام عن الوساطة القطرية تقريبا الخارجية المصرية بدأت تنشر بعض البيانات خلينا كده نتوقف شوية عند بيان الخارجية المصرية متحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال نعيد التأكيد على إن معبر رفح مفتوح ومن يعيد دخول المساعدات هو الجانب الإسرائيلي نفس الدباجة المصرية من أول يوم السفير أبو زيد قال لنقبل المزايدة على مواقف مصر الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطيني أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدد باسم وزارة الخارجية إن معبر رفح مفتوح لم يتم إغلاقه على الإطلاق وان من يعيق دخول المساعدات هو الجانب الاسرائيلي من خلال اجراءات وشروط معيقة ومبررات واهية السفير اعرب عن الاستنكار الشديد خلي بالك بعشان نقطة لي مهمة او متعدس باسم الخارجية زعلان وبيستنكر وبيودي كل الادعاءات اللي بيتم الترويج لها بخلاف ذلك معربا عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاعها وقال ان من يروج او يدعي بغلق المعبر عليه الرجوع الى البيانات الصادرة عن منظمة الامم المتحدة مسؤولي لغاثة دولية اللي قاموا بزيارة المعبر واكدوا ان الجانب المصري قام بكل الاجراءات اللي بتكفل دخول المساعدات لكن اسرائيل الحقيقة هي اللي معطل الموضوع هنا وزير الخارجية او المتحدث باسم الخارجية بيحاول يرسخ بعض المفاهيم اللي هو ايه احنا مش مقصرين احنا عملنا اللي علينا دي السردية اللي بيحاولوا يروجوها من اليوم الاول لا جماعة ما حدش يطلب مننا حاجة المعبر مفتوح بس اسرائيلي اللي مش عايز يا ابني ما هو انت عندك سيادة على المعبر حبيبي ما هو اتفاقية فيلاديلفيا حصلت في 2005 واتفاقية المعابر بعدها فانت جاي تقول لي النهاردة ما حدش يزاد علي اصطنا ما اقدرش طب ما هو مبارك ادر بعد اتفاقية فيلاديلفيا وبعد اتفاقية المعابر فتح المعبر في 2008 بمزاجه بقراره بسيادته هو ما محمد مرسي ادر في 2012 فتح المعبر بمزاجه وبقراره وبسيادته هو انت مش قادر تفتح المعبر ليه هتقول لي وبعدين يا عسامة ما البيان واضحة هو المعبر مفتوح يا اخي المعبر مش مفتوح ولو مفتوح فهو معطل ولو معطل فانت السبب لانك مش قادر تاخد قرار سيادي وده بيرجعنا للنقطة صفر او ما تحت الصفر اللي هو فين الدور المصر يا جماعة احنا فين؟ احنا بنعمل ايه؟ ترجمة نانسي قنقر